هذا وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انطلاق غدا الأربعاء بالرباط الحملة التواصلية الخاصة بالإحصاء العام لسكان وسكنة 2024 والكشف عن الهوية البصرية والشعارات التي تضمنتها والتي تعبر عن القيم المرجعية التي اعتمدتها وذكرت المندوبية في بلاغ لها أنها تقدم بالمناسبة ذاتها ولأول مرة عرداً ديناميكية لخرائط البيانات والمساكن وكذل مؤسسات الاقتصادية النشيطة مع توطينها المجالي على امتداد التراب الوطني وذلك كما تم إنجازها خلال الفترة من أبريل 2023 إلى ماي 2024 في إطار التحضير لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنة 2024 وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن من شأن هذه الخرائط أن تشكل نواة لجغرافية بشرية واقتصادية للمملكة المغربية ترجمة نانسي قنقر